موسيقى صباح الخير الأزمات على الصحة المحلية عم تزداد تعقيدا يوم بعد يوم بعد فشل السلطة السياسية الحكمة بانتخاب رئيس للجمهورية وربط الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله هيدا الأمر بفيتو سياسي من قبل بعض الأطراف هيدا وكشفت جريدة نداء الوطن عن مبادرة سقف الخيار الثالث رح يطلق رئيس حزب تقدم الاشتراقي تايمور جنبلاط الأسبوع المقبل لملاقات مبادرة الخمسية أمنيا وبحسب جريدة اللواء تحدث التقارير صحفية إسرائيلية عن أخلاق مستوطنة الشمال المحاذية للبنان بسبب اطلاق الصواريخ بشكل كثيف عليها والمسيرات أيضا وتخوف من دخول حزب الله إليها أما الجهود الدولية الهيد في لوقف التصعيد مستمرة فرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد بصياغة حل على الحدود اللبنانية مع إسرائيل بحلقتنا اليوم من بريس ريفيو بالإضافة لجولة على آخر العنوين العريضة يلي تصدرت الصحف المحلية العربية والعالمية لأيوم السبت واحد حزيران الفين واربع وعشرين بينضم لأينا بعض لحظات الصحف والمحلل السياسي واجد العريضة تنحكي أكثر نحن وياه عن آخر التطورات على الساحة المحلية والإقليمية ومنكمل حلقتنا بفقراتنا المعتادة اليوم في التاريخ بمثل هنهار من عام الف وتسعمية وسبعة وثمانين اختيل رئيس الوزراء اللبناني رشيد قرامي بتفجير مروحيته من اليوم في التاريخ منبدأ جولتنا على الصحف واليوم مع صحيفة اللواء وأبرز عنوين الصفحة الأولى البيت الأبيض لحل يعيد المستوطنين وتخوف من اقتحام حزب الله مستوطنات الشمال نصر الله يربط فشل انتخاب الرئيس بالخلافات والفيتوات والتهافت لدفع الميكانيك يكشف تآكل الدولة بايدن للإسرائيليين حان الوقت لإنهاء الحرب وهذا اقتراحي نتنياهو لمنع انهيار الحكومة والانسحاب من جباليا يؤكد اخفاقات الحرب إذن ترامب ب34 تهمة وأنصاره يحرضون على أعمال انتقامية نبقى مع اللواء ومننتقل لصفحة الداخلية لنتابع مع فقرة همس وأبرز ما ورد فيها لليوم تفيد تقارير غربية أن المشاهد في بعض القرى الجنوبية الأمامية تشبه في الدمار التي تعرضت له الدمار الذي يصيب مخيمات ومدن غزة اكتفى الوسيط الفرنسي بإبقاء خيوط تواصل مع بعض الأصدقاء لمتابعة الوضع الرئاسي في خبوته وحركته تبين لجمعيات المدعين أن المفاوضات التي ما تزال معلقة بين الحكومة والصندوق النقد الدولي تطرقت إلى تفاهم على حصول هيركت على أموال المدعين الضغط الخارجي إلى ازدياد وتعديل قانون الانتخاب تعقيد إضافي نصيحة كندية لبري حافظ على الليجيسي وكون ديل ميكر نبقى مع اللواء ومنتابع أيضا بالصفحات الداخلية إسرائيل على عتبة هزيمة ذات أبعاد تاريخية من اللواء منكون مع نداء الوطن وأبرز عنوين الصفحة الأولى الرئيس الأمريكي يتعهد بالمساعدة في صياغة حل على الحدود اللبنانية نصر الله يتمرجل على الداخل وعينه على صفقة مع واشنطن قنبلة سلام عن معامل الطاقة حرتأة تفتح تقصير الحكومة ترامب بعد إدانته التاريخية بايدن وعصاباته مرضى وفاشيون أفغاني يعتدي بسكين على تجمع يمني في ألمانيا نبقى دائما مع نداء الوطن ننتبع ما ورد به فقارية خفايا علم أن أزمة الحاج التي كانت تواجه 2700 حاج لبناني علجت بمعظمها بعدما استجابت السلطات السعودية لمطلب شركة طيران الشرق الأوسط بتسيير رحلات من 7 إلى 10 حزيران المقبل لتأمين وصول هؤلاء يتردد أن نقاشات المفرد الفرنسي جون إيف لدريام مع القوى السياسية لم تقتصر على الملف الرئاسي وإنما تناولت أيضا الوضع في الجنوب والورقة الفرنسية بهذا الخصوص الخبر الأخير يبدي مرجع كبير في الدولة اهتمامه بوضع نواب على خلاف مع تكتلهم النيابي من تابع جولتنا ودائما مع نداء الوطن وذن بيكري غلطة شاطر ولكن دعوا القضاء يحكم البطريارك الرعي ودائما مع نداء الوطن البطريارك صفير عفوا يروي هكذا صرته بطرياركا محنر اللقاء مع البابا سوريا تريد أن تجعل لبنان بلدا تابعا من تابع الجولة لنكون مع صحيفة الديار مصدر ديبلوماسي واشنطن اكتفت ببيان الخماسية وجمدت الانتخابات الرئاسية لدريان أصلح علاقة فرنسا مع حزب الله لحفظ مصالحهما الاقتصادية بايدن يعرض تفاصيل مقترح اسرائيلي لصفقة جديدة ويدعو حماس لقبوله من تابع مع الأخبار الثنائي لفرنسا متمسكون بفرنجية أكثر ومن الأخبار إلى الشرق بالأرقام أبطال طفان الأقصى دمروا الاقتصاد الإسرائيلي حماس تؤكد مطالبها بالمفاوضات وخسائر جديدة للاحتلال من الشرق سنكون مع صحيفة لوريون الجور وأبرز عنوين لليوم غزة بايدن يعدل ساعته أخيرا الصيف على الأبواب والبحر الأبيض المتوسط على قبضان الصورة بيار ديكان لقد واجه لبنان بالفعل قيود سياسية سياسة التكيف التي ينتهجها صندوق النقد الدولي دون المزايع مشاهدينا سنكون مع فاصل إعلاني من تابع من بعده جولتنا على الصحف من تابع حلقتنا من بريس ريفيو وهلأ بنضم لألنا الصحف والمحلل السياسي وجدة العريضة أهلا وسهلا فيك معنا ببريس ريفيو يوم السؤال الأبرز على صحة أشرت إلى خفية بزيارة المفد الفرنسي جان إيف لدريان إلى لبنان ما عندك معطيات بهذا الخصوص وفيك تشارك معنا ومع المشاهدين اليوم صباح الخير ميريلا لكم للمشاهدين كيرو لا شك أن زيارة المفد الفرنسي جان إيف لدريان إلى لبنان تم التعويض عليها كثيرا وأعطيت أكثر من حجمها خصوصا أنه كان يقول لن يعود إلى بيروت إلا ويكون بين يديه معطيات وعلى أجندته عنوين أساسية لانتخاب الرئيس إلا أن الخفاية التي استقيتها من الذين التقوحوا بعض الذين اجتمعوا به لدريان كان حازما وحاسما ومستاء في بعض اللقاءات لا بل أنه عبر عن غضبه وتفاجأ بأن الأمور في البلد لازالت تدور في حلقة مفرغة حتى أن هناك تعنت وعرقلة ومواقف متباينة بين كل الأفريقاء فعلى هذه الخفية قال أن لبنان سيدوب جغرافيا وهو الذي سبق وقال له لبنان إلى زوال لا بل أنه قال انتبهوا هذه العبارة رددها لحد فيها انتبهوا لبنان إلى زوال قلتها واستاء البعض في الداخل عندكم من هذه العبارة لكن من خلال أجوائي ومعطياتي أن الحرب ستطول في غزة وفي الجنوب ولذلك عليكم انتخاب رئيس خلال الشهرين المقبلين وأن بلدهم ذاهب إلى مكان خطير جدا خصوصا على كل المستويات والسيما الاقتصادية والاجتماعية والبلد مقلس لذلك لماذا لا نتخاب رئيس هناك معطيات ومتغيرات سنحصل في المنطقة يجب أن تجابه هذه المتغيرات لذلك وكان ودخل مباشرة في الخيار الثالث حتى أنه سأل كل الأطراف هل تريدون هذا المرشح؟ لم يعد يقتصر الأمر على بعض المرشحين الأساسيين إنما سم بعض الأسماء بمعنى هل تقبلون بهذه المرشح؟ لماذا ترفضون هذا المرشح؟ إنما كان الخيار الثالث تحت سقف تسوية الدوحة وبالتالي المقاربات التي حصلت من جدة إلى الرياض إلى كل العواصم العربية والدولية إنما العنوان الأبرز ليس هناك من انتخاب رئيس للجمهورية في هذه المرحلة التعديد فقط على اللقاء الذي سيحصل خلال الأيام القليلة المقبلة في النورماندي حيث ذهب مباشرة من بيروت للقاء الرئيس إمانويل مكرون أي ذهب للغيوم ووضع تقريرا شاملا عن لقاءاته في بيروت وعلى هذه الخلفية فأن لقاء الرئيس الفرنسي بالرئيس الأمريكي على هامش قمة النورماندي هي الأساس والمبصل هل سيكون هناك ضغط أمريكي لتمرين انتخاب الرئيس إذ بصراحة متناهية لن ينتخب أي رئيس للجمهورية إلا بقرار أمريكي وتسوي دولية إقليمية وهذا ما ينتظره اللبنانيون اليوم كم بدي أسألك كمان قلت فيه أثار على هذا الموضوع على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وعم نشوف أيضا تدعيات غياب رئيس وانهيار الدولة مثل ما بيقولوا على الصعيد الأمن عم نشوف تراجع كبير بهذا الموضوع بالواقع الأمن إذا بدك تحطنا بصورة ما يحصل كمان الأوضاع الأمنية رح تتصاعد وتيرتها كيف رح يكون المشهد بالأيام المقبلة بطبيعة ليست متشائما إنما هناك مليون ونصف نازح هناك فصائل فلسطينية أصولية وسواها وهناك أغرب كتر وهناك ترخل للدولة ليس دولة سننتخب رئي جمهورية إنما السؤال الكبير لأي دولة لأي جمهورية لأي وطن لذلك ليس هناك من مرافق ومؤسسات ليس هناك من بوليس إشارة في بعض الأماكن الحساسة ما يعني أن البلد تذهب إلى أوضاع أمنية متنقلة وسيئة جدا هناك جرائم ترتكب هناك حالة فلتان أجلت الدولة تقوم بما يتوجب عليها رغم الإمكانات الاجتماعية والمالية الصعبة لننسى أن الأمن العام كما بدوره مشتورا واللواء الياسر بيسري حرك المياه الراكدة حول ملقف النازحين أقفلت محاة تجارية للسوريين إنما هناك معدل جديد نعم موضوع النازحين أيضا كان الاستحقاق الرئاسي وبصراحة لن يحال إلى بقرار دولي كبير حتى الساعة ليس هناك من قرار دولي لحل أزمة النازحين لذلك لبنان يعيش تراكم أزمات وفي هذه الظروف والمرحلة الأمور صعبة جدا حتى أن الأوضاع في الجنوب بالساعات الماضية شهدت تصعيدا خطيرا جدا وهناك خرى دمرت وللتالي هناك مواجهات حصلت وقال للي إثمات الجنوب المهندس لستاذ هاشم حيدر أن قرار بأكملها دمرت ومجلس الجنوب يقوم بدونه ذكرنا هذا الموضوع بالصحف يعني على أمل أنه تهدى الأوضاع ويتم انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن ليما له من مصلحة لبنان ولبنيين شكرا لك نعم شكرا لك على هذه المداخلة ومن الاتصال منتابع مع جولة على الصحف العربية منتابع الجولة ومع صحيفة الشرق الأوسط بايدن يعلن خطة إسرائيلية لإنهاء الحرب تتضمن في مرحلتها الثانية وقفا مستداما لأطلاق النار الهلال بطلا لكأس الملك محمد بن سلمان تواجه باللقب بعد فوزه على النصر ترامب يتعهد القتال والانقصام الأمريكي يتعمق حملته جمعت 34 مليون دولار خلال ساعات بعد إدانة تاريخية له حرب صلاحيات بين أعلى محكمتين في العراق قرار أممي بإنهاء مهمة ينامي نهاية 2025 لرجاني يترشح للرئاسة الإيرانية ألمانيا طعن ناشط معادن للإسلام منتابع الجولة إلى الاتحاد رئيس الدولة الاستفادة من تجارب التنمية المتميزة في العالم و10.3% هو نمو قاعدة النقد في الدولة خلال خمسة أشهر ننتابع الجولة لنكون مع الوطن قفزة في العلاقات اهتمام إعلامي واسع في اليونان بزيارة صاحب السمو ورئيس الوزراء يستقبل وزراء البلديات بدول التعاون من الوطن سنكون مع الأهرام لن نسمح بالعبث بأمان دولنا السيسي في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الصيني في بكين الأمن الألماني العربي على رأس الأولويات وأدعو المجتمع الدولي لوقف الحرب الغاشمة بغزة من الصحف العربية إلى جولة على الصحف العالمية نبدأ الجولة مع صحيفة لمود وأبرز عنوينا لليوم الحكم على دونالد ترومب بتهم جنائية تحدي للديمقراطية الأمريكية جو بايدن يسمح لكييف بضرب روسيا بالأسلحة الأمريكية من تابع مع بايدن يرد على ادعاءات ترومب الخطيرة بتزوير محاكمات الأموال الطائلة زيلنسكي القوات الروسية نضحق على الأوكرانيين ونطاردهم نبقى مع إدانة ترومب حكم تاريخي في مخطط للتأثير بشكل غير قانوني على انتخابات عام 2026 بايدن يسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب روسيا نبقى مع The New York Times مذنب هيئة المحلفين تدين ترومب في جميع التهم الأربعة وثلاثين أو رئيس صادق يصبح مجرما يخطط للاستقناف نبقى مع فقرة كاريكاتور ومنتبعها بنداء الوطن وعم نشوف بريشة إلي ملف الرئاسة وطبعا الضياع الحاصل بهذا الملف أما كاريكاتور الأخرى باللواء وما يحصل المشهد من الميكانيك هيك مشاهدينا منكون وصلنا لنهاية حلقتنا بتلاقيكم الزميلة ناديني كفوري رزق بنشرة الساعة 8 والموعد بيتجدد صباح الثانيين إلى اللقاء اشتركوا في القناة